معانا الأستاذ النجاح من القيارة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاته وأستاذ النجاح أنا أسأل سؤالين اتنين تفضلي وبعد السيادة كما تخلص يديني رقم تليفون ليه في حاجات حتى سما درشك كلم فيها على الهواء طيب تفضلي لوقتي إيه رأي حضرتك والراجل البخيل والأناني والقلب الآتي إيه رأيك فيه أكيد ما بحبوش أكيد يعني ما بحبش ما بحبش الصفات دي مش ما بحبش الشخص نفسه لكن أنا لا بحب البخل ولا بحب الإنانية ولا بحب القسوة أنا عمرو برداني ودوء متولد من تربية الشرعية إن أنا ما بحبش الصفات دول طيب إذا كاش الصفات جي سيادتك شو أحبت بس أكيد يعني طيب عايزاني أواجه له كلام ولا أقول له إيه لا يتقل لبسا في عياله طيب أنا موظفة أنا موظفة كنت موظفة دراتي على المعاش الراجل ده ما بيعولش ولاده ما على كاملة أنا علمتهم وجوزتهم وهو مش مسئول عن أي حاجة في الحاجات دي كلها طيب خليني ده السؤال للأولاني السؤال التاني السؤال التاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله السؤال التاني إيه التصرف معه أو سوق ما عملته ليا خالص أكلبه ما بيقفش جنبي أنا شخصيا جدا خلاص أنا أقول لها حدايك أجاوب حدايك على طول أستاذ النجاح السؤال لو ألاني يا سيدي يا أيها الرجل المبارك خلي بالك إن البخل والأنانية والأسوأ لا تحميك من در ولا هتزاود في عمرك ولا هتحفظ على مالك الحاجات دي هتدمر حياتك الشخص البخيل ده ما بيقدرش يستمتع بكل ألوان الحياة ونعم ربنا اللي موجودة في الحياة قال أهمها إنه يستمتع بحب الناس اللي حواليه يا سيدي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة جدا جدا إن احنا ما نقدرش نعيش من الحب وعشان كده كمان أرشدنا للحب وقال ألا أدلكم على شيء إن فعلتمه وتحاببتم أفشوا السلامة بينكم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تؤمنوا حتى تحابوا عايز تبقى مؤمن لازم تتحاب هتبقى تتحاب إزاي وإنت بخيل بتقفل على مشاعرك وبتقفل على قلبك وبتقفل إيه ده وإزاي إنت هتقدر تعيش أصلا وإنت أناني الشخص الأناني ده بينحت في ذاته يفضل يضيق في ذاته يضيق في ذاته أكبر سجن ممكن الإنسان يسكنه هو سجن الأنانية كمان أنت كمان قاسي القاسوة دي بتخليك ما تدقش حلاوة المعاني في الحياة فعشان كده لو كنت عايز تعيش لو كنت صادق مع نفسك وخايف على نفسك سيبك من البخل والأنانية والأسوة لأن أنت بتدمر ذاتك أنا أكلمتك باللغة اللي أنت تفهمها لغة المصلحة بس أنا أكلمك كمان بأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حذرك أن أنت تضيع من تعود تضيع أولادك لما يتدمروا نفسياً ويحس أنهم يتاموا وأبوهم عايش ولا زوجتك اللي يتحس أن هي في الحقيقة في حد بيقلمها ويوجعها كل ما بتشوفه وهو يملك وبيبخل وهو قادر يدعم ولكنه أناني وهو قادر يطبطب لكن هو قاسي أنا خايف أن أنت تكون كل ما بتعيش ساعة يكون عليك إثم فاتق الله وتوب إلى الله وإن شاء الله لو عملت كده هينصرح الحال بينك ومن زوجتك بس أنا في نفس الوقت أنا عايز أقول بس شوية أن بيحصل حاجة في البيوت شفتها كتير في ملفات الإرشاد الزواجي بلاش أن الزوجة لما الزوج يئسى عليها تشوه صورته قدام أولاده وتخليه هو الوحش أو هو الشيطان لأن ساعتها هي بتاخده إلى حاجة كده زايرة اسمها زايرة الاستبياع الزواجي واحد بيبيع كل حاجة بقى ولا فرق معه أي حاجة ويتعامل بقى بكل قسوة بلاش نعمل كده دايما خلوا في مسافات حنان ومسافات هود تخلي الإنسان قادر يرجع تاني الكلام لحضرتك يا حق نجاح